أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري واشد الرئيس السيسي خلال استقباله وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالدور الهام الذي تقوم به قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية كما ثمن الرئيس السيسي التقدم الملموس في مصاري العلاقات المصرية القطرية والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية القطرية ثمنت دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترق وأوضح متحدث رئاسة أن لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصائد كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك